وما زلت مسيرتنا مع حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإحنا بنغرأ في أنوار سرته صلى الله عليه وآله وسلم فتتكشف لنا الحقائق في حياتنا وخاصة في حلقة النهاردة وإحنا بنتكلم عن معنى مهم في حياتنا في كتير من الناس بيغفلوا عنه ومعنى الذي يتكلم على أن الحياة ما بتدمش على حال واحدة الحالة ينفوق ويمتحد وهو الكلام إزاي هنقدر نتعامل مع الإخفاق فبتروا الأخبار من شأن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يملك ناقة اسمها العضباء وكان أمرها عجيب معلوم أن العضباء دي من أسرع النوق التي لم تسبق ما فيش ناقة سبقة العضباء والأمر ده فضل لمدة طويلة لغاية ما جي في يوم أعرابي قدم على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان جاي عشان يقابل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان يسألوا في بعض شؤونه وكذلك عندهم طالبات ياخد بلغة عشان يمشي بيها في حياته وكانت عندهم عدم اتبع أن الأعراب يقدموا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أن بعض الصحابة كان بينتظر الأعراب ليجي لحضرة النبي عشان يسألوا السؤال لأن الصحابة كانوا بيستحوا أنهم يسألوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يتحيانوا الأعرابي الحكيم ليأتي ليسأل حضرة النبي عشان الصحابة يتعلموا وفعلا جي أعرابي وتجاذب الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تعرفش إيه الأمور اللي يتكلموا فيها يتكلموا في أمور كثيرة لغاية ما وصل الكلام وهم بيتكلموا وكانوا من عددهم أنهم يتكلموا عن الحاجات اللي بيهتم بها العرب العرب بيهتموا بالصحراء ويهتموا بالنوق لأن دي سفينة الصحراء فوصل الكلام لغاية ما جاء ذكر العطباء اللي هي ناقة حضرة النبي وإزاي هي متميزة فكأن الكلام من الأعرابي كان عنده رغبة وحضرة النبي بيجبر الخاطر دايما كان عنده رغبة أن يحصل منافسة ما بين العطباء وما بين ناقة هذا الأعرابي فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يجبرش خاطر هذا الأعرابي فإيه اللي حاصل فقابل أن يكون فيه منافسة فطار الخبر في المدينة من أن فيه منافسة فريدة تحصل إيه المنافسة اللي تحصل ما بين العطباء وما بين ناقة هذا الأعرابي مجتمع الناس في الميدان المعروف اللي بيتم فيه السباق عشان يشوفوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعتالي العطباء وبجوار الأعرابي على ناقته اليافعة والكل في حال الترقب ويرهاف للسمع لإشارة البدء وبدأ السباق لتنطلق الناقتين بكل ما تملكاني من قوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي يحص العطباء كي تسرع ويبدو أن الناقة اللي كانت عند الأعرابي كانت أقل سنا وأكثر حيوية ما جعل المسافة بين الأعرابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم تتقلص حتى استطاع النوى يتجاوز ناقة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى السباق على غير المتوقع من المسلمين انتهى السباق بفوز الأعرابي واشتد ذلك على المسلمين فلما رأوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال حضرة النبي قال لهم هو إيه اللي حصل فالهم ما لكم قالوا يا رسول الله سبقت العضباء فهم زعلنين يعني العضباء دي حاجة من ريحتك حضرت النبي وسبقت ما كناش منتظرين دي العضباء دي ما كانش حد إسباءها أبدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحكمة التي لابد أن نضعها على قلوبنا قال صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم على أن الدنيا تستمر ولا تتوقف وعلى أن الدنيا دول وأن الحياة لا تتوقف عند حال واحدة حضرت النبي هنا بيعلمنا حاجة مهمة أو أوي من هذا من هذه القصة يعني هذه السيرة سيرة حضرت النبي تأتينا بحاجة مهمة كلنا محتاجينها اللي هي إيه كل الناس بتحب دايما تتكلم عن إدارة النجاح والإنجاز لكن مهمة أول إن إحنا نتعلم إدارة الإخفاق يعني إيه إدارة الإخفاق إن الواحد فينا إذا ما وصلش الهدفه وما قدرش ينجح إزاي يدير هذه اللحظة أول حاجة حضرت النبي بيعلمهن إن إحنا ندير الإخفاق بالحقائق إن إحنا ننتلق من الحقائق حضرت النبي بقول لهم ما لكم قالوا سبقة العرباء ثم طبيعي فرح أقلهم حقيقة إن حقاً على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا ماذا؟ إلا وضعه طب ليه؟ عشان الدنيا تستمر والحياة تتجدد ونحس بنعم الله سبحانه وتعالى ولذلك مسألة إن الإنسان يخفق عامل زي بالضبط زي الإنسان لما يحصل له بعض الطاعة معصية فيقول سيد بن عطاء الله السكندري معصية أورثت زلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا يبقى الإخفاقات جاية في حياتنا عشان نعيش التوازن التوازن ما بين الإنجاز اللي الإنسان فيه ممكن يتكبر يحس بحوله قوته وبين الإخفاق اللي الإنسان فيه يحس بانكساره لله سبحانه وتعالى يبقى الإخفاق ده لازم نتعلم إن الإخفاق ده أحد أهم مجددات الشغف الإنسان لازم يبقى عنده شغف فلما يحصل له إخفاق يحصل له شغف وحب وإرادة الإنسان لما بيضطر لما بيبقى يفضل على حال واحدة يمل ويسألوا الناس اللي هم عندهم ما بتتغيرش حياتهم ما عندهمش منافسين فإلي يحصل يحس بملالة ويحس بأنه خلاص ملك كل حاجة فيحس بإيه حوله قوته ولا والحقيقة بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله عارفين مسألة الإخفاق إيه أهميتها كمان ما بين زي ما بيقولوا كده ما بين الخطأ والمحاولة تنشأ الخبرة وينشأ النضوغ ولذلك إلا حاصل هذا الأمر اللي إحنا لابد إن إحنا نديره هو حضرت النبي هنا في الحديث دخلنا في دايرة دايرة إيه ما من شيء أن يرتفع إلا وحقنا على الله أن يضعه ثم يرتفع ثم يضعه فنظل في حالة إيه؟ في حالة الخوف والرجاء مع الله سبحانه وتعالى ونفضل طول الوقت بنطور في نفسنا لو الإنسان ما حصلوش إنه أخفق مش هيطور من نفسه ولذلك لازم نتعود على إن إحنا الإخفاق هذا له نداء واحد هل أم حي على التطوير يبقى الإخفاق هنا ماذا؟ بينادي على الإنسان عشان يتطور ولذلك حضرت النبي لما قال هذه الحقيقة لما قال هذه الحقيقة أراد من الصحابة إنهم يتنبهوا إن ما يحزنوش لكن يطلبوا إنهم يتطوروا ويتحسنوا لإني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يومه كأمسه فهو مغبون فحضرت النبي دايما بيكلمه عن التطوير ويزيك احنا بنفهم سرته صلى الله عليه وسلم كلها كأنها كالكلمة الواحدة